اشتركوا في القناة سيصبح ممنوعا تربية وتجوال الدواب والعرابة المجرورة والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري لمدينة الدار البيضاء وفق قرار تنظيمي عده المجلس الجماعي واضف فلال في تصريح لموقع القناة الثانية لا يعقل ان تكون مدينة الدار البيضاء مصنف ضمن المدن الذكية ويوجد بها في بعض الاحياء حيث يتم تربية المواشي والدواب مضيفا ان هناك عربة مجرورة تتجول في الشوارع المدينة مما يوصي الى جمالية وصورة المدينة التي نعمل على تصويقها سياحيا اكد المسؤول الجماعي انه تم فتح الحوار مع اصحاب العربات لاجد حل لهم وقال في هذا الصدد نحن لا نريد ان نقطع رسق احد لذلك فكرنا في تقنين هذا المجال مشيرا الى ان مجلس المدينة يعمل على اعتماد دفتر تحملات مع اصحاب العربات المجرورة وتصبح مثل مدينة مراكوش الكوتشي مخصصة للجوالات السياحية وحيث سنسطر معايير دقيقة وصريمة بهدف محافظة على جمالية ونظافة المدينة وينص على القرار التنظيمي انه يمنع منعا كليا استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والاشخاص او استعمالها كواسية للبيع بالتجوال للمواد الغذائية او غيرها او جرى العربات او ما شبهها داخل المجال الحضرية لجماعة الدار البيضاء